نحن الآن في مركز قليوب محافظة القليوبية التي تدخل ضمن 102 مركز داخل 13 محافظة يدخلون ضمن جولة الإعالة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أحد أبناء هذا المركز المرشح حسين عشماوي أحد أبناء مركز اليوب المرشح حسين عشماوي فاز بأكثر من 15.5 من الأصوات وبذلك يحصل على أعلى الأصوات عن هذه الدائرة ليكون أحد ستة مرشحين داخل هذه الدائرة فارس من بين هؤلاء الفرسان الذي يخود جولة الإعادة عن دائرة قليوب فكان لنا هذا اللقاء مع مرشح حسين الوفد عن دائرة قليوب المرشح حسين عشماوي مرحبا حضرتك فنم أعلم سهلا بك فنم بسأل حضرتك فنم بداية تعليق حضرتك وما رصدت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية سواء كان من إيجابيات أم من سلبيات الإيجابيات كانت متوفرة والسلبات أيضا كانت فيه السلبات السلبات اللي أنا أمتد بالسلبات أولا السلبيات أنا شفت مال كده سياسي بيخش بطريقة مش مظبوطة وإحنا أعتقد لو إحنا بنمر بمرحلة أنهية المال السياسي هيكون بنفس المستوى ده أعتقد إحنا نوصل لنقطة سفر من تانين يريد على كل الناخبين يركزوا على الناس اللي هي بتدفع مال سياسي في الحتة دي بالذات وأنا بأكد عليها أن لازم أن نبعد المال السياسي دي على الأداب الأصوات وعلى الضغط على الناخبين ده مهم جدا وأعتقد أن فيه آليات بترصد الكلام ده متعكد أن أنت أقول لك فيه آليات بترصد الكلام ده واللجنة العليا الانتخابات بترصد ده كمان فأنا عايز نشوف المال السياسي اللي بنتشر بأسلوب غير إراجع وفكري بالمستوى ده يريد الأجهزة المعنية المسؤولة من اللجنة العليا وآخرون يرصدوا الكلام ده وأعتقدهم برصدوا الكلام ده أما في الأجيبيات أنا كنت شايف الناس بدأت يكون عندها ثقافة بالأدلاء في أصواتهم كانوا برضو على نفس الاتجاه المعاكس كانوا بياخدوا برضو المال ده وبياخدوا الفلوس وبينتقبل اللي هم عايزينه فدي كان شيء من الشيء الإيجابية وأنا بأكد على الناس اللي هم المواطنين اللي خارجت تدلوا إسلوب مش في مركز عليهم بس لا بصفة عامة على مستوى جمهورية مصر العربية أشكرهم شكرا جزيلا إنه بقت فيه ثقافة وفيه وعي فيه وعي خايفين على بلدهم من التدخل الأجنتات اللي بتتنفذ على أرض الواقع داخل البلد هم عندهم الأليات النهاردة بالنسبة كويسة بقى فيه تسقيف أنا بأكد على دي كمان إن ربنا إن شاء الله هيختار الصارح عشان نقدر نعدي من المرحلة الصعبة اللي بتمر اللي بقى البلاد إحنا عاوزين نواب يكون عندها الألية والقدرة والفكر إنه تدرق على ملفات الدولة وإحنا عندنا مشاكل كثير جدا 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 في مصر وأعتقد النواب اللي جايين الشيئلة أعتوبها تقيل عليهم فرقم واحد إن النائب يكون النائب عنده فكري جدا إن إحنا نخرج من مطاب الاستثمار أو تدخم الاقتصاد عندنا في مصر حتى نترقى في الفترة القادمة إن إحنا نقدر نعوم البلد نعومها زي بفكر سياسي بفكر اقتصادي استثمار اقتصادي ما يكون عند استثمار إذا كان استثمار محلي أو استثمار دولي هنقدر نحن نقلل من تدخم الاقتصاد اللي موجود عندنا في مصر تأكيدا على كلام حضرتك فنم يعني المرشح اللي هو قادر إن هو ياخد الصوت بالفلوس لو سوف يكون غير قادر على خدمة أبناء دايرته داخل البرلمان مما لا شك فيه قطن طبعا النهاردة داخل بيدي فلوس عشان يخش البرلمان هيأدي إيه للمواطن وأدي إيه لبلده؟ ما احنا خلينا نكون واقعيين راجل داخل مال سياسي داخل في عملية انتخابية بيرشي المواطنين بيرشي الناخبين هتنتظر منه إيه دا هيأدي خدمات لبلده؟ دا يا فندي بينافز أجندة إحنا أجندات اللي بتيجي من بره إحنا مستهتفلنا في مصر فإحنا نكون حارسين لأنه ولأنه هنسمح بأي من كان يتزايد على بلدنا وبرضه مش هنسمح إن يكون فيه أجندات بتتنفس على بلدنا إحنا كلنا مصريين وبنحب بلدنا وحارسين إن إحنا نصد أي حاجة من هذا القبيل سيد حسين بسأل حضرتك فنم يعني لما دخلنا مدينة اليوب وجدنا عدد كبير من أبناء دايرة حضرتك يعني بيشكوروا في حضرتك وبتمنوا التوفيق لحضرتك وقالوا لنا إن هم في ظهر حضرتك في الجولة التانية هل حصول حضرتك على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى؟ حضرتك شايف إن دا رد جميل للخدمات اللي حضرتك قدمتها لأبناء دايرة دايرة؟ بص إحنا عندنا الشعب الشعبي بتاعنا واقع ومثقف مثقف صلاة تصيب جيد ففي عندنا نوعيات فيه النهاردة ناس بتتكلم كل الناس بقت تتكلم سياسي على فكرة يعني الفترة اللي إحنا فيها دي كل الناس بتتكلم سياسي وحارسين إنه هم يشوفوا الراجل المناسب عشان يحطوه في المكان المناسب يشوف الراجل اللي هو يقدي خدامة وعنده أليات للتشريع وعنده أليات عن رقابة الحكومة ففعلها دا متواجد النهاردة فهم حرسين فكون النهاردة عنها مبارح على سبيل مساك التعامل مسيرة كان معايا سبيل التاني برضو أدخل فترة للعايدة المسيرة ما شاء الله بتعدد تلات أربعة تلاف مواطن ماشيين وراء بعد الصلاة تده دا اللي يدل على إن النهاردة الناس عايزين الناس زياد وخرجوا للناس زياد لأنهم مقتنعين بهم تماما مقتنعين تماما إن هما دول اللي هيقدروا يمثلوا بلدهم مقتنعين تماما إن هما دول اللي هيقدروا يمثلوا بلدهم أما سيبك من قصة المال السياسي الناس بيتأخذ الفلوس قدامنا مع من دوبنا والناسنا في عرب اللجان وبيخش ينتخبه لهم عايزينه بها دي ثقافة ثقافة النهاردة ناخب عشان يدلب صوته للي هو عايزه اللي هو عنده القدرة اللي هو يقدر العاديم المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دي طبعا محدش هنجر مصر كلها بتحس إن فيه مشكلة فيه عندنا مشكلة البطالة فيه عندنا مشكلة الإسكان فيه عندنا مشكلة في الزراعة فيه عندنا مشاكل في التعليم فيه عندنا مشاكل في الصحة الناس عايزة تحس إن فيه حاجة أو نائب في دارهم برضو الدولة عايزة تحس إن فيه نائب هيقدر يعديه من مرحلة الخطر اللي هو إن يعملوا مشروع قانون استثمار دولي عشان كل البلاد اللي جات عندنا من الاتحاد الاوروبي او الاتحاد جنوب شارع اسيا او الاتحاد الافريقي عشان يستثمر في بلدنا لابد ان يكون فيه سابق قانون استثمار دولي الاستثمار الدولي دي مش هيكره الا نواب الشعب فان شاء الله احنا متكدين تماما لو النواب جات على الخط المطلوب ان شاء الله هيعدوا المرحلة دي وانا اعتقد ان النواب الجايين قادرين قادرين ان شاء الله بامر ربنا ان شاء الله انها هيعدونا لانا كلهم بيحبوا بلدهم وعايزين يقد خدمات لأهل دوائرهم والبلدنا مصر احنا كلنا بنحب مصر سيد حسين الناخب والمواطن بيعول على المرشح او النواب القادمين في هذا البرنامج الذي يعد من اخطر البرلمانات ان يكون ليه دور تشريعي بجانب الدور الخدمي بسبب قصرة الهموم التي تقع على كاهل المواطن النائب هنتكلم بلغة البرلمان النائب حسين عشماوي تحت قبة البرلمان ماذا يمكن ان تقدم لابناء دايرتك بشكل خاص وللبلد بشكل عام لا خلينا نتكلم الاول في الشكل العام اما فيما يتعلق بالشكل الخاص هنتظر فيه تباعا بعدين احنا عندنا فيه بعض القوانين محدش ينكر ان فيها عوار ولابد ان هي يعني على سبيل المثال مش الحص عندنا فيه ملف الاسكان في مصر لكن النهاردة الايات الحكومة ما شايفة فيها جزر قابية مش موجودة القانون ماشي خلاص القانون صدر وتمه تشريع بقى يعمل به ان هو عدم البناء على عرض الزراعية وانا معه لكن مع المواطن في اتجاه معاكس ان النهاردة الحكومة المفروض تعمله القصة اللي انا بقولك عليها الكادر العمراني او الاحوزر العمراني فانا بقى ناشر جمدوا وسل القانون او ما فيه شزالات لغاية ما ييجي مجلس نواب يتم تشريع هذا القانون او تحصيله او تعديله فيما يخص المواطن لان المواطن جزلت هذا الناس غلابة والناس فقرة وناس تعبانة والدولة والدولة اللي هي بتمثل المحافظ بتزيل بتزيله كيان لو جيت تحسب الازالات على مستوى مصري في الفترة اللي فاتت ديت هتتلاقي مليارات كنت ممكن اخد ده كله ووجهه لإصلاح الاماكن الصحراوية وازدع الكلام ده انا مش شايف فين التخطيط وعشان كده انا بأكد وبناشد كل الاجهزة المالية وبناشد مجلس النواب اللي جاي لازم يكون في وزارة فعالة اسمها وزارة البحث العلمي عشان تدرز كله لابد وحتمل ولازم عشان ننجح بمصر ونقول دي مصر الحديث هل فندم نعتبر ان ده في حلفز حضرتك اول استجواب لوزير الاسكان ده رقم واحد لانه بيقص المواطن والمواطن جزء لا يتجزأ مني انا ويتجزأ من كل الناس اللي موجودة كل النواب فلازم نشوف برضو حصنا على المواطن لازم نكون فيه تفعيل ولازم أن نتفهم ما هون مني وأنا منه والحكومة جهاز تنفيذي وانا جهاز رقابي فلا لازم أشوف الكلام ده ويكون رقابي على الناس ديد ويكون رقابي على الحكومة وانا عيون الشعب على أداء وأفعال الحكومة يعني بمعنى المختصر أنا محام الشعب لأدماء الحكومات التواصل اللي يكون بين المواطن التواصل اللي تبينه وبين المواطن هيكون هو نائب الشعب عشان كده gaining مجلس الشعب هم اللي يسموها في اسمه لا باسمه مجلس النواب طب حسينبي بسأل حضرك فنم يعني أيام قليلة تفصيلنا عن الجولة التانية وساعات قليلة بتفصيلنا كلمة حضرتك بتوجهها للناخب من أبناء دائرة حضرتك والناخب والمواطن المصري بشكل عام رقم واحد أنا سعيد وشكرا على السؤال ده جميل جدا المواطن النهاردة بقى عنده حرص وأنا قلت في السياق كلامي أنه هو بدأ يرفض المال السياسي وخش يدل بصوته للي هو عايزه برضه يعني بقول للراجل أو النائب أو المرشح ما باش نائب المرشح اللي بيفكر أنه هو يرشي الناس أقوله وفر فلوسك الناس بقى عندها وعي الناس بقى عندها وعي المواطنين عندها وعي هيأخذوا منك الفلوس لأنه محتاجينها الناس بيحتاجة لكن بيقش ما بيغيرش إرادته في السندوق برضه بيدلوا في صوته للنائب اللي هو عايزه فأنا بقول له وفر وفر الفلوس دي تريد توديها للناس الغالباء أفضل يعني وتعمل مشروع خير وبحير والناس كلها ترفع لكم بقى طلب رفو عليك لكن المستوى اللي أنا شايفه ده الشعب المصري صحي احنا خلاص بعد السورتين الناس بقى كل الناس بتلعب سياسة دلوقت ستي بتبيع تماطم جنب السور من كتر الكلام ومن كتر اللي احنا شايفينه بدأت النهاردة بقى عندها وعي سياسي وبدأت النهاردة بقى تفكر بالنسبة كويس فأقول له وفر فلوسك وخلاها في مكان تاني والمواطنين بترفض الكلام ده والناخبين بترفض الكلام ده احنا عاوزين نواب قادرون انهم يعدونا من المرحلة اللي احنا فيها ويقدر يتراعه وانت منتظر واحد هيدي فلوس خدمات ايه اللي هيديها للمواطن فيما بعد لو هو نجح يعني ايه اللي هيديها يعني ما خلاص ما اشترى بفلوس خلاص المالي النهاردة ما بقى تشعور عنصر تغيير ارادة الناس عندها ارادة وقادمون على الارادة استاذ حسين استاذن حضرك فندم نستعرض من خلال ابناء دايرة حضرتك على اهم المشكلات اللي بيعانوا منها وفي حالة ان شاء الله في وز حضرتك فندم ازاي تكون قادر على ايجاد حلول لهذه المشكلات بتعرب حضرتك اسامة رباه من قرية ايه اسامة بسألك اهم المشكلة ايه بتعانوا منها هنا في الدايرة وحضرك بتوجيها للاستاذ حسين واللي ممكن يكون يوجد لها حلول في حلفوز احنا حضرتك عنا مهمشين بالنسبة للمدينة احنا عندنا قرية بتكون من 40 الف نسم عندنا بعض الخدمات مش موجودة زي مثلا المستشفى عندنا الساعة 12 اخيرا الساعة 12 مساء وعلى كده المستشفى تتقفل وعلى مساحة كبيرة مفيش طوارق مفيش نباطشاب تبقى موجودة فالنهاردة لو حد حصل له حاجة بنبدأ ولا موجود عربية اسعاف كمان لو حد حصل له حاجة يبدأ ان يروح مودي المستشفى العام فيه اي مشكلة يحاولون على الاصر العيني احنا كان عندنا واحد مضروب طالق ناري خدناه بتوكتوك لحد الاصر العيني ما كانش موجود عندنا عربية اسعاف وما كانش موجود عربية مطاف لو فيها مشكلة حريق او اي حاجة مفيش عربية مطاف بقى لها 15 سنة كانت موجودة وعربية الساعة كانت موجودة و15 سنة حاليا مش موجودة فيه مشكلة تانية مشكلة الصرف الصحي بقى لها 8 سنين او 9 سنين شغالين فالحد الوقت احنا وقريت رماضة وقريت تانية على خط واحد حضرتك لحد النهاردة ما خلص المشروع وكل ما انكلم مسؤوني يقول لك ده وقفين على فلوس وقفين على المحافظ كده وفيه مشكلة رابعة اللي هي مشكلة الكمامة مفيش سنديق كمامة موجودة في البلد مفيش عربية بتلف كانت موجودة جات فترة كده ولفت في الشارع العمومية وغير كده ساعة ومش موجودة بتعرب حترك فن المتعرض لأهم مشكلة حضرتك بتعاني منها في القرية عابد الفشاوي من قليب البلد طبعا انا بشكر قناة الحياة انها طبعا جات عشان تشوف مشاكلنا وطبعا بنشكر الحج جسين عشماوي اللي هو دقوب على خدمات دائرته والرجل ده يعني عنده طموح خدمي فوق إرادة أي بشر بصراحة يعني وطبعا بتمنى منه بعد نجاحه ان شاء الله ان يهتمنا بمشكلة الشباب مشاكل الشباب أهم حاجة عندنا في قليوب ان طبعا مشاكله كخدمات رياضية في مركز شباب قليوب كخدمات ان هو يشوف أعمال ثابتة للشباب عندنا وطبعا موضوع المية كان هو اتكلم فيها كتير غير صالحة للاستعمال الأدمي أصلا يعني فبنتمنى منه بعد نجاحه ان شاء الله ان ربنا يوفقه وانا وصلت من كده ان هو يعني مش هيسكت على الانجاز اللي بيعمله الطموح الخدم اللي هو ان هو هيهتم ان شاء الله بينا وبنشكركم جميعا للمشكلة حسين تعليق حضرتك فنم على المشكلات واضح ان المشكلات كتيرة هنا في مركز اليوب ربنا عين حضرتك تعليق حضرتك وإيه الحلول اللي ممكن حضرتك تقدمها طيب خلينا نتطرق اللي هو قاله ان مفيش خدمات في قرية من قرية كبيرة كويسة ناي قرية ناي اللي هو بيكلمها دي خرجتنا عالم جليل اسطورة في العالم كله الأستاذ جمال حمدان ده اسطورة التاريخ بيكتب عنه من نفس هذه القرية طيب خلينا نتكلم على المشاكل بتاعة قرية ناي هو ابتدأ بالصرف الصحي أنا مش عارف هو قرية ناي زي قرية رماضة زي قرية سينديون زي بعض القرى أشد احتياجا للخدمات وعلى أوليات الخدمات الصرف الصحي طبعا فيه موازنة عملت في الوزارة وتعملت في مجلس النواب الشعب قبل كده وتم تخصيص للقرى أشد احتياجا لهذه الخدمات أنا مش عارف ايه توقف الخدمات في هذه القرى مع ان اعتقد ان الدولة رصدت وبدأت وقولك من تسع سنوات وفيه كلام ده وفيه كلام ده يا سيد المحافظ وفيه كلام ده يا سيد وزير اسكان تسع سنوات بيتكلم على ما فيجيش صرف في صحي في كاري اتنى صرف في صحي مش موجود في كاري السينديون صرف صحي مش موجود في كفر ابو جمع وفي الصباح وفي رماضة وكفر رماضة وطنان ده كلام يتقل يا سيد الوزير المحافظ فيه أولويات ولازم ان يكون فيه خدمات ما فيش موازنة تسأل السيد الوزير المختص تسأل السيد وزير الحكم المحلي التنمية المحلية احنا فين القرى ديت فيها مش معقول حاجة بصراحة مش لقيه لها حل الا الحل دولات يفيد المسلوية فهنا بقى وعدهم ان شاء الله لو ربنا قرمنا هيكون من ضمن الأولويات القرى المهمشة اللي احنا ذكرناها زي ناي ورماضة وسينديون والصباح وطنان وكفر ابو جمع القرى دي كويسة وفيها كوادر عالية جدا فيه قليات شباب عندها فكره ابداع يا جماعة لازم ان نبص للموضوع باهمية اللي احتياج اشد المناء الاماكن احتياجا لذيه الخدمات هذه القرى انا معافل اللي هو قاله انه هو ما فيش خدمات ما فيش صرف سحي من فترة مع ان مرصود مبالغ معينة لاتجاه هذا المشروع القومي واعتقد لم يستكمل السؤال الرد عند سيد الوزير المحافظ الرد عند وزير الاسكان اما فيما يتعلق مراكج الشباب مش معقول ناي مكان زي برضو ناي وبرضو المشكلة في بلاص والمشكلة في بعض القرف كفرب وجمعة ما فيش مركز الشباب وانا عديت عليهم كنا خذنا قرار من معايا الوزير السابق وكنت عيدوا في المحافظة ان احنا نعمل لهم اشهار مركز الشباب عملوا حجرتين عملوا نادي اجتماعي واختلفوا فيما اختلفوا لكن اجهزة الدولة واداشد سيد وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب اللي هي تعتبر في قرية اللي هي مهمشة سيقارة ناي وكفرب وجمعة واخرون وفيه اماكن تانية ده بلاص جميده تصور انا اقولك على حكاية حصلت مركز شباب بلاص ده فيه عندهم اكتر من 17-20 الف ناسة بالنسبة للناخبين للناخبين اصوات لكن تعد القرية دي كلها ما فيهاش مركز شباب وتم ادماج مركز شباب بلاص لمركز شباب كومشفين وكومشفين برضو كبيرة طب ايه المشكلة يا سيد وزير الشباب فيه قطعة ارض ملاصقة على مساحة فدانين جنب مركز الشباب التم عرض الاوقاف عليها انها تشتروا ايه المشكلة منشترية اما يصدر قرار يصدر قرار مسايد الوزير المحافظ ان يعمل مشروع محلات وتسيبوا الشباب ده مين قالي الكلام ده يا سيد الوزير يا سيد المحافظ يريد تدرسوا القرارات قبل ما تصدروها ده مين قالي الكلام ده بقى انا همش الشباب يبقى ولا عمل ولا شغل ولا رياضة احنا الدولة الدولة بتدعم الناشطة الرياضية ازاي يا سيد الوزير يريد ان شاء الله يا سيد الوزير تبص بعين العطف المراكز الشباب بلاص مركز شباب ناي مركز شباب برضو فيه نفس الكلام نفس المشكلة بتقرر في رماضة نفس المشكلة بتقرر في كفرة بجمعة وهتتليها في كل القرى وفي حاجة اسمها بدون مراكز الشباب دي واحد رقم اتنين كانت فيه مشكلة تانية المشكلة اللي اهم برضو ان الكادر بتاع الموظف الشباب والرياضة عندنا في الادارة بيختلف تماما بين المدرية وبين الوزارة لو خد هنا عالفين جنيه ياخد دمت تانية عشرين الف جنيه فين البؤد الاجتماعي فين العدالة الاجتماعية انا عايز حدي بس يناقشنا يا اخوانا يعني دي مش مواطن وده مش موظف وده مش موظف انت ده هيبى دور حضرتك بقى فن الواح وده بيطبق اللواح المالية طب ليه الفرق ايه ده ليه الفرق للعدالة فين العدالة الاجتماعية عايزين شوية تنسيق شوية اما كان نكلم على الصرف الصحة والمية المية عندنا في مركز ومدينة اليوب كانت لا لون ولا طعم ولا رائحة لكن النهاردة كنا بنلسها كده النهاردة لون وطعم ورائحة فالمية عايزة شوية توقفة شوية لان النهاردة المية هي اساس الحياة في عندنا ولادنا واهلينا بامراضه والنهاردة عندنا كم كبير جدا بيغسلوا غسيل فشل كالوي وهي روسات كبدية من تناول المية في حد يده نقطع وما استعملش منها في اليوم اعتقد ده مختلف تماما مختلف تماما فاحنا عاوزين سيد الوزير المحافظ يتراء وسيد برضو وزير الاسكان هي الشغلة على وزير الاسكان وسيد الوزير المحافظ يعمل لنا وحدات اسمها وحدات معالجة في مصدر المياه لان هم عملونا وحدة في قومشفين في قرية قومشفين أكلفوها مبلغ كبير جدا على اساس النهارية المياه وتلوصها لكن الكم احنا عندنا في مدينة اليوب بنستهلك 72 ألف متر مقعب في اليوم المركب يستهلك أكثر من 140 أو 145 ألف متر مقعب في اليوم المحطة اللي هم عملوها صرفوا عليها ملايين أعتقد أنه صرفوا عليها أكثر من 120 مليون بدخلنا 113 طب العجز الفرق فين من ما قدوا أنه بيجيب مياه التوازية بيخلطوها على المياه ديت عشان تروح للمواطن فالمواطن النهاردة بدأ يعاني المواطن عازمنا المصر المواطن شوية المياه بتموت ولادنا يا سيدة المحاف المياه النهاردة فيها تلوص وأنا جبت ثارية قبل كده البيولوجي بتاع المياه سليم نسبة الرصاص تعدى النسب المصوح بيها نسبة المنجنيز تعدى النسب المصوح بيها فأنا بقول مصادر المياه اللي انت بتخلطوها يريد تعملونا وحدات معالجة للمياه قبل ما توصل للمواطن شكرا خصوص حسين على تعليق ورد حضرتك بطعرب حضرتك فن أنا طهر أبوغاليا محامي من اليوم شوص طهر بس على حضرتك فن ما أهم المشكلات اللي بتعاني منها هنا في الدائلة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة أول اللي أول عايزين نقول مركز اليوم شأنه شأن المراكز المراكز اللي موجودة في جمهورة مصر العربية لها مشكلها وكل مركز اللي مشكله لكن الحاجة اللي عايزين نقولها إن إحنا أبناء دائرة مركز اليوم كنا بنأمل في إن إحنا بنختار شخص يمثل مركز اليوم عنده القدرة والمؤهلات اللي يقدر يتصدل المشاكل دي اللي يعرفها واللي هتتعرض عليها فأعتقد إحنا اجتمعنا أو أجمعنا على إن الحاجة حسين عشماوي عنده من المؤهلات والقدرات الثقافية الثقافية من ناحية الاجتماعية والقدرات السياسية وأعتقد عنده قدر من الثقافة القانونية تؤهله إن يقف في صف البرلمانيين للتصدي لمشاكل أبناء مركزهم ماشي؟ ده في الأساس الأول فالنهار ده كتير أو مشاكل كتير أو في اليوم ماشي؟ هو يعلمها وبعض منها ما يعلمهاش هتتعرض عليه المهم هو عنده القدرة ولا ما عندوش هو عنده إحنا أعتقد وأكيد لو طالما مرشح نفسه أكيد هو شاف أن عنده القدرة لا الحاجة حسين من منظورنا أحنا كناخبين بنقول أنه عنده القدرة باعتباره متمرز في العمل العام من فترة طويلة في المحليات فأصبح النهار ده إحنا بنأمل ده إنه فعلا القدرة اللي إحنا شايفنا فيه إنه ننفذها في الواقع العامل أهم مشكلة فانهم أنا أقول لحضرتك أوه طبعا فيه مشكلات كتير وبعض الأخوة اتكلموا عنا وأتكلموا عنا إنما أنا يعنيني في هذا المقام إن أنا معامي ومحامين أليوب بيمثله مدينة أليوب والقرى أليوب كلها فاللي محتاجينه بس من الحاجة حسين إنه جهدوا معنا تخصيص حدة أرض لإنشاء نايد اجتماعي شأن جميع عندها في كل المراكس والمحافظات نايد اجتماعي للمحامين يعودوا فيه ويالغ بيهم هي دي المشكلة الأساسية اللي احنا طلبنا من قطاع المحامين أما المشاكل الاجتماعية الخاصة بصرف الصحي أو تعليم أو صحة أو أي حاجة أعتقد إن الإخوة الأفاضل اتعرضوا لها فحشان ما تقولش على حضرتك ماشي كتير قوي هتكلموا عن المشاكل العامة الاجتماعية دي إنما أنا بكلمك دلوقتي مشاكل هي مشكلة هي في تعمل من محامين لهم مشاكل كتير قوي خاصة في ممارسة العمل وعلاقتهم بالقضاء وقصة طويلة قوي إنما إلا أنا بطلوبه في الوقت الحالي تخصيص مكان يتعامل نادي اجتماعي للمحامين يلم أبناء الدايرة كلها ويليخ بيهم بيدي المشاكل الحاجة حسين عرفها والإخوة الأفاضل هيعرضوها ويطرعوها أبراهيم سعيد محامي من كومشفين طبعا بنطرح على بساطة البحث أمام مرشاحنا لأستاذ حسين عشماوي هو يعي جيدا المشاكل الموجودة عندنا في القرية وأماها الصرف الصحي طبعا قرية كومشفين فيها أطخم شبكة مياه على مستوى محافظة الأليوبية بتخدم القطاع مركز أليوب كاملا ولا يتصور أن قرية زي دية مثلا يكون فيها أطخم محطة مياه شرب وما فيش صرف صحي تم اعتماد الميزانية والموضوع متعطل مش عارفين لأسباب لا يعلامها إلا الله يعني اعتماد الميزانية والمكان موجود ومنقول لهم احنا بنرحب بيكم عشان تنفزوا هذا المشروع دي بداية الحاجة الثانية احنا بنهمس في أذن الحاجة حسين عشماوي التدخل سريعا لحل مشكلة قرية بلأس بخصوص مركز الشباب لأن ديت يعني احنا مش في حمل صورة تاني والبلد مش في حمل صورة لأن دلوقتي ما يتخصص لقطعة أرض تبقى سوء تجاري يبقى الشباب انت بتقول لهم هم أقرب دلوقتي من قرية الجعافرة والسلمانية بدل ما تروح تقضي وقت فراغك في ممارسة رياضة لا اروح تعاطى بقى المخدرات والمسكرات وما شابه فاحنا بنطرع وبنحمله أمانة ان قرية كماشفين فيها مشكلتين أساتين صرف صحي وعندنا المستشفى مخصصانها لتنظيم الأسرة يعني إذا مرض أحد لا يجد إلا الله وسيادتنا شكرك شكرا جزيلا السيد حسين حضرك يعني عرضتنا برضو مشكلة الصرف الصحي إن سادة الأفاضر بتكلمه على مشكلة المحامين ومشكلة مراكز الشباب والمشاكل الصحي بص سادتك انت هم قالوا الأفاضر كلهم قالوا كلام كويس جدا وهتلاقي كله متشابه صرف صحي صحة مياه تعليم كل ده اسكان إن أنا النهاردة بقصر أنا عندي هنا الاسكان ده حاجة غريبة فيه هنا الاسكان شوعة بتاعت الاسكان المخصصة للناس بتاعت الاسكان وزعوا ولسه ناس على الويتينج على الانتظار أكتر من 300 أو 350 شوعة ما استلمتش مع العلم المفترض يستلموا لكن ما سلمهمش بقى نقولهم آه طب الناس اللي كانت ما تقدمت لهذه الوحدات السكنية كانت ميادوبك ظروفهم المطلقة والأرمالة والشابة حديثي الزواج كانتش فيها ماجل تتسعدوا فهم عاديين في الشوارع دلوقتي لغاية تما يصدر بقى فرج ربينا وياخدوا الوحدات السكنية ليه يا سادة الوزية؟ مع أن فيه برتكول بين سادة وزير المحافظ وبين وزير الإسكان وهيئة الأوقاف المصرية يعني أنتش يوفوا الناس الغلابة اللي عاديين في الشوارع دول فيه ناس عرسان دخلت عند زاويهم في قوضة إذا كان عن النساء بقى وبتاع الناس العقود بتاعتهم خلصت عاوزين وحدات سكنية ما أقفنوا بليهم وعطلينهم من إيه يعني إيه الناس تخرجوا اللي يطلع للمسؤول يقولوا إحنا هنسلم يوم كذا وفيه وحدات جاهزة وفيه وحدات مقفولة يعني الناس اللي مقفولة من الأول بيها اللي هم معلوية تجعلوا عن انتظار اللي عاديين دول يعني أنا بلاشر الوزير المحافظ أن يشوف الناس دول ويحاول يسكنهم في أسرع وقت أما فيما يتعلق بالنسبة للصحة المستشفى اليوب الجديدة لغاية دلوقتي ما تمش افتتاحها أنا مش عاربا ما ناشر سيد وزير الصحة ليه ما تمش افتتاحها سيد الوزير لأنها مجهزة وأعتقد مفروشا فيها أجهزة طبية كتير فدي مشكلة من ضمن المشاكل النهاردة أما تفاجئ أن المؤسسة العلاجية عليهم 8 مليون جنيه للصحابات الشركات الصحية العلاج ليه أنا مش فاهم العب في المريض ولا في الإدارة ولا فينا احنا احنا لازم أن نتطرق وندرس الكلام ده فأنا بقول النهاردة الحافز بتاع الممرضات ما بيخضوهوش الطباء مش وسب المؤسسة سيد الوزير الصحة ده مش واخد بالك بالحاجات دي ولا حاجة يا سيد الوزير يا ليه تنزل لجنة تقاصح حقائقك ولما كانت فيه لجنة تقاصح لجنة تقاصح لجنة تقاصح لجنة تقاصح لجنة تنزلهم المؤسسة العلاجية شوف مشاكل الممرضين وتطباء وتشوف مشاكل المرضى ولا دول عاديين في اتجاه المعاكس غير اتجاه أن هم مصريين ولا عاديين فين بالظبط دي حاجة كان فيه موضوع كنت عادتها طارق وفيه كويس دينة تفتحت احنا بقلنا أكتر من 3-4 شهور فيه أليوب المحطة وأليوب البلد لغاية دلوقتي فيه جمعية قامت بنفس الموضوع عاديين يعملوا قبري عشان يحافظوا على المواطن فيش كبري بربط بين أليوب وبين أليوب المحطة هما جزء اللي يتجزأ من كانوا القصة بتاعتهم بيعدوا من على المزلان بيعدوا عليه كل قطرات الواجه البحري مما بيقدي لولادنا وأهلينا بيموتوا بيموتوا بكثافة ما تشوفوا معدل اللي ما تقديه في السنة الوحدة ودي عشان مزر كبري وتم إصدار البيانات والقرارات مع الوزير ووديوا الأسكان والسكة كل حدي ايه فيه احنا مش فاهمين حاجة احنا عاوزين نشوف حلول جزرية الناس بتموت ايه المشكلة ما يعملوا ببعته اللي فاضل فيه بعض المواطنين وتطرقت الموضوع الموضوع الجامعيات وأنا قدت متابع معهم لغاية دلوقتي السيد وزير المحافظ ما تمش يقول لك بيرجأ على السكة الحديدة سكة الحديدة يرجع الموضوع على المحافظة والمحافظة يقول لك اللي مش عارف الوحدات فيه ايه انا مش فاهم ولادنا بتموت مع الوزير المحافظ سيد الوزير سيد الرئيس السيكة الحديدية انه نعمل نعمل قبري يربط بين قليب البلد وقليب المحط والحتة دي كمان في قليب المحطة ياريت نعمل لهم ملعب سادة وزير الشباب فيه فدانين وانا كتبت طلب لسيادتك في هذا المنطوط في ارض اسمها ارض عيد ياريت تبصوا لهم بعين العطف انا عندي حاجات كتير وعايز اتكلم كتير وعندي كتير في المشاكل ياريت ياخدوا الفبوء الاعتبار القرى اشد احتياجا زي ما الاخوة اللي افضلت هذا الموضوع ولما تتحرك ساكن وفيه بعد ان اقول لك فيه قرى مفيهاش صرف صحي فيه قرى كبيرة جدا مفيهاش ملعب شباب والدولة بتدعم ملعب في الشباب بالرياضة بالمليارات اه هو وزير الشباب ده كويس وجيد وحل بس ياريت ترأى القرى شد احتياجا اللي هزير خدمات ياريت تكون في الاولويات وبناشر المحافظ يبص شوية وبناشر سايد وزير الحكم المحلي ينطاك المحافظين بجدية وبقوة وبارادة مشكرك استيس حسين واشكر السادة الضيوف على هذا اللقاء الممتع وادعو الله ان يعين حضرتك فنم في حال فوزك ان شاء الله وان تكون خير سند لابناء دائرة حضرتك وهذا الوطن الذي يعاني من العديد من المشكلات هناك عبء ثقيل عليكم في هذا البرلمان المقبل اشكركم واعود اليكم مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر